مجز لأهم الأنباء من حلب اليوم أهلا بكم انطلق في العاصمة الكزاخية نور سلطان الاجتماع الرابع وعشر للدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا ويشارك في الاجتماع كل من تركيا وروسيا وإيران والنظام وفد من المعارضة السورية حيث بدأ الاجتماع بلقاء بين الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة الجوانب التقنية أدخلت حكومة الإنقاذ كميات كبيرة من المحروقات الأوروبية عبر تركيا إلى محافظة إدلب شمال سوريا وقال وزير الاقتصاد في الحكومة محمد طاه الأحمد في تصريح لوكالة سمارت إنهم عملوا مع شركة وتدل المحروقات على استيراد محروقات أوروبية إلى المناطق المحررة بوساطة من شركة تركية مضيفا أنهم وزعوا المحروقات على كافة محطات الوقود شمال سوريا ارتفعت أسعار لحوم المواشي والدجاج في العاصمة دمشق متأثرة بانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ونقلت وكالة سمارت عن تجار لحوم أن ارتفاع سعر اللحوم يرجح إلى انخفاض عدد رؤوس المواشي نتيجة تهريبها إلى خارج سوريا إضافة إلى ارتفاع سعر كيلو العلف الذي يستخدم غذاء للمواشي نشر تلفزيون الخبر الموالي تعميما صادرا عن رئيس جامعة دمشق يقضي بمنع أنواع من الألبس وصفها بغير لائقة داخل الجامعة ونص التعميم على منع دخول أي طالب يرتدي نقابا أو شورت أو كلابية أو لباس رياضي مع التأكيد على عدم المخالفة أصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعم زوجة بشار الأسد طريف عبد الباسط الأخرس وأبنائه وبحسب موقع الاقتصادي فأن قرار الحجز الاحتياطي جاء بسبب مخالفة بند في التعريفة الجمركية وهي مخالفة نوعي وفق ما نقل الموقع عن مصدر في جمارك النظام تستعد السلطات الماليزية لاستضافة قمة كولا لنبور الإسلامية بمشاركة تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا وقال الأمين العام المشترك للقمة شمس الدين عثمان أن أربع مائة مشارك منهم 250 ممثلا من أكثر من 50 دولة أكدوا مشاركتهم إلى الآن بهدف مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حل جديد لمشاكله نهاية الموجز إلى اللقاء